موسيقى كيف يشوف محسن فارق الراجع في غياب عبدالله الحافيدي؟ يعني عبدالله الحافيدي لكل كي عرف انه الميسترو دي الفارق يعني ربما فش يكون عبدالله يعني عنده واحد اضافة كبيرة للفارق يعني لاعب اللي كيصنع الفارق بشكل كبير يعني في ارضية الملعب فصراحة افتقدناه في المباريات الاخيرة يعني الكل كي عرفت دور ديالو اكيد انه عبدالله لعب كبير، ولاعب متخط الوطني عبدالله لكن الفارق الراجع يضاف دائما يعني فارق كبير ممكن تقوفش للاعب لا بعبدالله لا بانو يتسوق attached يعني الفارق يبقى غاضى رغم او يغيب لعيب لكن الفارق الكبير دائما تيبقى كبير يعني على ذكر المنتخب الوطني كان نشوفه محسين كيتألق سنتين أو أكثر هو متألق في خط الهجوم ولكن ما تلقاش دعوة من الناخب الوطني وش ممكن تيش كتسناني يوم الأيام تلقر هسكف اللائحة دي للمنتخب الوطني فعني ربما أنا أوقي للبشرة ديالي هي لما معوناني شوقهم لأنك يصحبني أوقي للعيب إفراقي بحتي عرف المغريب لا تكشي لاش ربما البغاربخ سيقولوني يرى لعيب مغريبي وذكشي لا بش كان ضحكوا يعني ما أدي كيبقى اختيارات ديالو يعني أنا عراه الإشارة دي المنتخب الوطني أكيد أنني عندي نية عندي شارف كبير أني نحمل قامس لي مال إن شاء الله على بعد أربع دورات من نهاية الدوري احترافي واش كيشوف محسيني أجور أنه غايت توجه هدف الدوري احترافي رغم أنك كين منافسة قوية مع لابا كوجو مهاجم نهضة بركات يعني لي ملا يعني أنا كونش ممكن يعني كتظن أنا كين فارق دي الهدف واحد مع لابا كوجو باقي اللي أنا كنظن ثالث مباريات يعني عندي داب أربعين دارات بغلاب مباردي الوالزام يعني اتمنى أنني نسجل في المباريات القادمة اللي مالا وفوت لابا كوجو يعني كل شي ممكن إلا جاءت مرحبة وما جاءتش يعني الحمد لله أنني سجلت أهدف كتير وساعد الفارق ديال واش محسين كيطلب زيما من اللاعبين أنهم الفرص يزعم يعونوه أنه يسجل في المباريات باش يتوجه الهدف واش كين هات طالب زيما كتقدموا الزمل أنه ما يعونوك يعطوك مثلا تمريرات حاسيمة من أجل تزيل أكبر عادة ممكن من الهدف المباريات المتبقية لا يعني تمريرات الحاسيمة ولا ذك شي يخصوك سواء من نفسه على الهدف لما نفسه على الهدف يعني المواجم يعني دائما كثنا الأصدقاء دياله يطعموا يعني كله لاعب عنده الدور دياله في الملعب فعني المواجم خصوة تلقى تمريرات وهو خصوة تشجل يعني هذه مسألة واضحة وبينة يعني لا في البطولة العربية البطولة العربية يعني القيمة ديال الجائزة ديالهدف البطولة الموسمة يعني المقبل غا تكون هي مئة مليون يعني نظمة تحت الموسمة ديال الملك محمد الساديس واشياجور غا ينفس على هده مئة مليون لا أقولوش عن اللقاء هيا أعلم شغال الله علش اللقاء علش إنه منافي شلال وخصوة أنا أنني مواجم دائما مواجم خصوة تكون عنده يحضر يعني وحد للشخصي أي أنه نفس على الهدف للماله لأنه الدور دياله يعني في الملعب بوط سجيل الأهداف وللمالا تكون من ناسب ديالي عنه مئة مليون را تبارك الله را فلوس مشي ما هو وضع تاريخ أو أعرف أمو حتن سيقول أنه سنهي المصار الريادي ديالي؟ ما بعد سنتي اللي اجدت فيها سيكون نهاية المصار الريادي ديال أمو حتن؟ الآن لا يوجد قرار أنني سنهي المسيرة ديالي في واحد سنة لا يوجد رؤية واضحة أنا الآن سنقلع بكرة قادمة حتى بدنيا إلى موقع القادمة سنهي المسيرة ديالي ونودع الجماعة أنت كتعتبر من اللاعبين التي تأغلقها في مصار طويل ومن اللاعبين المخدرين من الدوري الاحترافي ما هو النصيحة التي يمكن تقدم لهذه اللاعبين الشباب لكي يستمروا في العطاء السنوات الطويل؟ النصيحة التي نقدم لهم هو الأكيد أن العمل في تداريب لكن اللاعب كنظن أنه مشاغل في التداريب يجب أن يكون حتى خارج الملعب يجب أن يكون منضابط حتى في البيت ديالوك يعرف كيف يكون النوم يعني له دور كبير كنظن أنه ساعة كثيرة كنظن أن الفيتامين الأول هو النوم يعني بشكل كبير والإيضابات كيف قلت وحتى الإرادة وحتى العقلية اللاعب يجب أن تبدل التعادل دياليوم أمس أمام الفتح واش كنقوله أن الرجاء ضيع بين يديه المنافسة علاقة؟ فأكيد يعني الآن صبحات صعيبة يعني صبحات البطلة صعيبة بتعادل ديالنا يعني مع فريق الفتح الآن يعني المركز الثاني يعني ضمننا بشكل كبير المنافسة صبحات صعيبة ما خطى الويداد إلى تعترفت مباريات فغد يكون كلام آخر في ثلاث مباريات اللي باقي شفنا يعني بعد ديال كارتيرون نتائج كانت سلبية كانت انتيقات كثيرة كانت ربما هزائم اللي ما كانت متوقعة من بعد كنشوفه يعني انتفاضة إلى القول سبعة ديال الأهداف مع بركان أربعة في آخر جولة ديال المنافسة الإفريقية شنور يتغير حتى تحصل المستوى بهذا الطريق؟ أكيد يعني في التغيير دائما كيحصل واحد إرتيباك يعني في الفارق يعني لأن كيكون يعليك مدرب جديد المدرب خصو يتعرف على اللاعبين ما كيكونش عارفهم يعني وكذلك اللاعبين خصو يتعرفوا على مدرب بطريقة اللاعب دياله يعني الفلسفة دياله يعني ربما كان نحتاجين شوية الوقت باش يعني يحصل نسيجام بيننا وبالمدرب وبتالي يعني حصل بسرعة الحمد لله أنا ما طولناش فاديك الفترة الفرق مع المدرب حصل نسيجان بسرعة وبالتالي بدأت نتائج كيف تحسن الفارق ومشينا في سكة صحيحة وحصلنا على السوبر كوب معاه ومن أمام السوبر كوب الفارق في البطولة حصل نظر على خمسة ست الانتصارات وتعادل يعني الأكل دي الأمل دي يعطيها الحمد لله من بعد كان حديث كبير على العودة محسين متولي الفارق راجا واشكتشوف أنه محسين يعني المكان ديالو فارق راجا الريادي باقي للوزن اللي كان عندو في السابق فأكيد يعني متولي يعني يعني لعب كبير أطال الفارق يعني أطال الفارق بشكل كبير يعني هو غني على التعريف حبول الجماهير فكنتظن أنه متولي يعني إلاجها غدي يعاون الفارق بتجربة ديالو لأنه لاعب مجرب وكي بغير فارق كي بغير فارق بوحد شكل كبير وإن شاء الله إلاجها غدي ساعده بشكل كبير أنا مقبيرين لعصبات الأبطال وعندنا يعني كنظر أربعة الألقاب من نفسي إلى السنة المقبيرة يعني غدي تشكوا لكل يضعه كبير وغي ساعد الفارق بشكل كبير يعني قول محسين من نهي الحوار ديالنا نبغيك تحكي لي يعني الحدث اللي طبع المصار ديالك هو الهروب أو المغادرة ديالفارق راجا يعني كنشوف سويسرا قد كنت أتذكر إذا بي محسين يجور ساعد فتح مكنينش في الراجل كيفاش جات الفكرة عشنو اللي وقاع ربما كتباقين شباب لعبين شباب عشنو اللي وقاع بالضبط ربما معمرك تكلمتي على هاد هاد يعني لالقصة تفاصل يعني لالقصة هو أنني ربما ساعد فتح هو سبب سبب مشاكل يعني كنا كنظن أنا كنت عندنا مباراة مع المتخب أولمبي أنا داك يعني كنا غلي تحقوا بالمتخب الأولمبي اللي كان كيت سنانا في مطر محمد خاميز وبتالي قديمشوا الغينية كانت عدنا مباراة في غينية إذا كنت فاجأ في ساعد فتح كيقول لي واش نحرقه ونتيني بعد المصطلح هذا أنا فكرت يعني لكي عرف أن الطيش دي أنا داك دي 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 يعني قلت لي مشي مشكل مشينا اخذينا كيفش خلشو من اللو طيال كيفش لا كنا احنا غنشوف كان عدنا يعني فول خاص دي اللاعب اللي غير تحقوا بالقنابي كنا داك كان فتح ساعد فتح والبرقى دي كان معنا كان لهم اللاعب العمراني وكذلك السباعي خاليد يعني كنا عدنا في الفول بالصباح خسنا نجو فباش لتحقوا بالمتخب اللي كان في محمد خمس كي نتاضرنا يعني كنا خمس لاعبين اللي مغادرين وبتالي يعني ساعد فتح حولي قل ينحرقوا قلت لي ماشي مشكل يعني كان طايش كي بقيت لك ديال الصور رغم أنني كنت موقع مع الفارق ديال ديال سويسرا أنا داك جاء قبل قبل ما مشو نحنا لسويسرا وقعت مع في المغرب عقد ديال سنتين يعني دورت فراتي أنني لاش غادي نمشي تال المغرب أنني موقع نبقى سويسرا وقعت وشنو اللي وقع منبعد كيفاش مشيسي من سويسرا لبلجيكا شنو منبعد يعني لعبت سنة يعني لعبت سنة واحدة مع فارق سويسرا لأن يعني وقعت قبل ما انتهي يعني المدة ذي التوقيع يعني شكندون في شهر سعود يعني كي يعني كي تسد المركات وانا قبل مركات وقعت مجاني وبالتالي يعني لعبت سنة يعني قانونية لعبت سنة واحدة مع الفارق ومنبعد يعني الفارق نزل الدرجة الثالثة كنظل وانا ذاكي يعني كان عندي بوند في العقد إلا الفارق نزل الدرجة الثالثة غانو لعب حور يعني وبالتالي يعني تعحقت بالفارق البلجيكي اللي شافني وكان متبع قبل في سويسرا ولتحقت بي وقعت مع سنتين اللي كانت اللي استفت من الشئير كتير عشنو أحسن ذكرى بنسبة المحسين ياجور في المصار ريادة يار يعني كنظل يعني كنن بزاف دل 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 الحمدلله من الفين وخمس يعني الدومي فينا اللي لعبنا لعبنا كاس فريقي كذلك دل الفين وربعة مفتي جمال كان كاس العالم مع فريق رجاء البيضاوي لحيان الحمدلله كاس الكاف كاس سوبر كوب لكن كنظن أن الأفضل ذاكرة عند محسين ياجور هو كاس العالم مع فريق رجاء البيضاوي بحكم أن وصلنا للنهائي وكانت فرحة كبيرة يعني خرجنا الشعب المغربي كان مالك فرحان يعني الكل كان فرحان وبالتالي كنظن هذا هو أحسن إنجاز المحسين ياجور في المسيرة دي وشن الأسوأ ذكرها يعني كيد كرام محسين ياجور وكيتحصر الوقوع دي رجاء مثلا يعني اللي كتحصر له هو أن الطريقة باش غادرت فاش مشيت للسويسرا كنظن أن كان خطأ يعني صراحة يعني القارة اللي خديت مكاشف في محله يعني كانت طريقة الاحتراف كيف كيف كيتمنا أي لاعب يعني كان طيج دي 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 كيف قلنا دي الشباب يعني ربما دي الحاجة اللي ندمت عليا في المسيرة دي ربما لو صبرت شوية كانت الأمور عتكون حسن كلمة الأخيرة توجه الجماهير دي الفارق رجاء ريتي فا كنشكر هم كنشكر وكان قولوا إن شاء الله السنة الجاي إن شاء الله يساندونها إن شاء الله لأننا لأننا نفوز بأصباد الأبطال فالآن الجمهور هو السنة الكبيرة للجمهور دائما كنتم منهم أن يكونوا دائما مع اللاعبين يعني وحفظهم ولمن إن شاء الله نفوز بأصباد السنة الجاي إن شاء الله شكرا محسين من أخرى نشكروك على قابل دعو نعم اشتركوا في القناة